اشتركوا في القناة المواضيع الأساسية اللي كتهمنا كمغربة عايشين في الداخل أو عايشين في الخارج اختارنا بتنسيق مع مجموعة من الشركاء اختارنا مدونة الأحوال الشخصية كنعافو دورها الأساسي لأنها كتنتضم العلاقة بين الزوج والزوجة كتحمي مصالح أطفال وكتحمي مصالح وحقوق المرأة إذن مادم أنها موضوع يتطلب الاختصاص فاحنا دخلنا في شركة مع وزارة العدل اللي وضعت من إشارتنا مجموعة من القضاة النساء ورجال أهل الاختصاص كذلك اشتغلنا مع السيد الرئيس محكمة النقد رئيس الأول لمحكمة النقد رئيس المنتدى بسلطة القضائية الوستاذ مصطرف فارس واللي وضع من إشارتنا مجموعة من القضاة والاختصاص اشتغلنا كذلك مع السيد الوكيل العام لمحكمة النقد الوستاذ عبد النبوي واللي هو رئيس نيابا العامة ودعنا إشارتنا مجموعة من أهل الاختصاص من قضاة كذلك شغلنا مع رئيس الجمعية هيئة المحامين مدام أن الجمعية في المكتب ديالها كين 17 نقيب اللي هما مجموعة الهيئات ديال المغرب فإذا كان نقاش متمير لصامة واحد شهر ومن الخلاصات دياله الأرضية اللي انتم تصلتوا بها واللي بالفعل الأرضية متميزة أولا متميزة لأنها كترح كل الاجتهادات وكل الآليات اللي تطلب الاجتهاد بكل شر أو ججعة وهنا كنحسوا بالإرادة الملكية كنت أتأكد أن المغرب خصو يوجه ويجابه كل الصعوبات برؤية مستقبلية وأن الخلاف وأن الاجتهاد هو مطلوب مادم أن الخلاف لغاية الاجتهادات متوافقة عليها فإذا كان عطابه هادي يومين غا تخلي تكون واحد القراءة للحاصيلة الأولية دياله 14 لسنة من تنزيل مدونة الأحوال الشخصية لكن هذا النقاش الذي سيكون مبيل الأختصاص خصوصيته هو أنه يجمع أكثر مستين محامي يمرسوا بمجموعة من الدول ومجموعة من القارات إذن سيكون احتكاك لكي يعطي لها القوة ديالها العلمية مادم أنها في إطار القانون المقارن ومادم أنها في ضل اتفاقية الدولية فإذن لحظة متميزة التزام بالوعود اللي يخذينا على عطيقنا أننا كل سنة نضمه ندوى مع الجمعية المحامين اللي تنمارسوا في الخارج وليكن نعطبهم امتداد طبيعي وليكن نعطبهم واحدة رأس مال لكي يساعدنا أولا في الاحتكاك بالمرجعيات القانونية على المستوى الكوني وفي نفس الوقت يكونوا حاضرين ابتقلهم في كل إصلاحات الكبرى في كل اجتهادات مادم أنهم يحضرون بالأولوية في التوجهات الملكية هما أسماء الأساسي وبالتالي هناك نترجم جميع الإرادة الملكية بشكل مغرب في كل قطاعات يهي أرسوا بشيحة المكان يستحق على المستوى الكوني بالنسبة لأطراف كثيرة من المجتمع المغربي ولسي ما فيما يسمى بالمغرب العميق في البوادي حيث لا يقدموا الأشخاص على توثيق يزيجاتهم في الوقت المناسب وبالتالي إذن مناسبة لتحسيس المواطنين من أجل في المستقبل أن يعملوا على توثيق يزيجاتهم لما يترتبوا عن ذلك من صعوبات بالنسبة للأطفال وبالنسبة للزوجات أيضا في بعض الحالات التي يقع فيها إنكار نعقة زوجية المناسبة أيضا جيدة للتملي كثيرا في الرسالة التي وجه جلالة الملك لمنتدى الطفولة منذ شهرين والتي دعا فيها جلالة الملك إلى التدبر في مواكبة مدونة الأسرة للتحولات العالمية ولسي ما فيما يتعلق بالجالية المغربية بالخارج التي يتبعها قانونها الوطني للأحوال الشخصية إلى أماكن قامتها وبالتالي يجب أن نستحضر في هذه المناسبة التي يحضروا فيها محامون مغاربية أو من أصول مغربية يعملون بالخارج نستحضر الإشكاليات التي تواكب تطبيق القانون الوطني المغربي على الرعاية المغربة الموجودة بالخارج من أجل إيجاد حلولها سواء في إطار الشرع أو في إطار العمل القضايا والآن أعتقد أن الظروف كلها مناسبة للخروج بتصورات مفيدة لأنه اللقاء تحضره جميع الفعاليات حكومية والشريعية وبرلمانية وأيضا الفعاليات القضائية وهو ما يؤهل الحاضرين لإصدار توصيات وبالورة أفكار تسمح بالتطبيق السليم لمدونة الأسرة سواء في الداخل أو في الخارج أو لمزيد من تطويره شريعيا انقضى الأمر ذلك إن شاء الله